أحد ضباط مخابرات النظام السابق ولا أعرف اسمه يتهمني بأن لي عداوة شخصية مع الراحل صدام عسين وهذا غير حقيقي بالمطلق لأجهزة المخابرات الأخرى أيضا كانت ترصد الرئيس الراحل صدام عسين وتحاول التأثير بي نفسيا وإعلاميا ونذكر كيف كانوا يتناولون هذا الموضوع وكانت هناك إذاعة للمعارضة ما يسمى المعارضة العراقية كان يقودها إبراهيم الزبيدي وهو شخص أدى مواقف شخصية من صدام عسين شخصيا ويكرها شخصيا فلذلك كان إنال من عدة من خلال معرفته الشخصية وخلق أجوال التأثير بالآخرين على أساس أن هذه معلومات صحيحة ودقيقة وخاصة ما يتعلق بشخصية الراحل فلذلك كان ينقلوها بالإعلام وكانت أجهزة المخابرات جهاز المخابرات العراقي يوصل أي رصد يتعلق بشخص الرئيس يوميا وبخط اليد وبشكل شخصي مباشر من جهاز المخابرات وكان حقيقة الرئيس الراحل يعي هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر